السلام عليكم مرحبا يا قوم انا وسهلا بكم عبدالهاري معكم من امام العدسة مكان غريب عليكم وشكلي كمان شوي غريب المكان حاليا هذا بيتي الجديد اول فيديو بصوره بالبيت الجديد ان شاء الله يكون فيه خير بازن رب العالمين غرفة المكتب او الاستوديو اللي حابب اني ساوية لسه عم اشتغل عليها بمصي على مكتب وبعض الشغلات ديكورات عم حاول انه يطلع مكتب وبكان تصوير لزيز مرتب ابن عالم وناس مثلكون اما بالنسبة لشكلي فانا حكيت تقريبا فترة شهر اني حابب ازرع مرتاني شعر وزرعت وهيل تقريبا النتائج صلشي شهر وعشورة ايام خلال ايام قادمة خلال يومين بالكتير بيكون في فيديو نازل على القناة عن تجربتي الثانية بزراعة الشعر المهم ما علينا ما حنطول كتير بالمقدمة اليوم بهذا الفيديو اللي حنحكي عن تغييرات الجديدة اللي حتبلش ابتداء من بكرة انا مصور اليوم بالليل 31 سبعة من بكرة 1-8-2023 حيكون في تغييرات جديدة مثل عادة بالالمانيا خليل نبلش فيهم بشكل سريع واحد بالنسبة للاشخاص اللي بدأت تقدم شتوئر كليغونج لعام 2021 معكم اخر مهدة لـ 31-8 بعد 31-8 انتو محت فيكم تقدموا لشتوئر كليغونج القرار الضريبي السنوي لتسترجعوا من الضرائب اللي انتو دفعتوها بـ 2021 بس طبعا لا ننسى مضروري انك انت دائما يطلع لك روك إرشتاتك من الفينانس أنت ممكن كتير يطلع لك نخت سالونك دير بالك من هذه الشغلة يعرف شو هي المصاريف اللي انت دافعها يا اما بتشوف مكتب شتوئر براتر يا اما بتقدر تساويني عن طريق برنامج والبرنامج نوعا ما دائما بيقترح لك قديش هو المبلغ اللي حيرجع لك او ممكن انك انت تدفع رقم اثنين بصراحة انا هي ما كتير فهمتها هي تطوير وتحثين وتحسين ما باعف الاشتراك معي تحثين المهم تطوير وتحسين نظام الاندرويد لذلك سألت صديقي وجهي الخامي وحيشرح لنا بضمان هذا التسجيل شو هو التطبيق او التحديثات الجديدة اللي حتكون على نظام الاندرويد بصراحة انا ما سألته اذا ممكن نزل هذا التسجيل ولا لا بس انا حنزله لاني بعرف انه ما هيقوله خلينا نسمع التسجيل شريك هاي من شان الاندرويد نسخة 14 اللي حتصير حيكون فيها التحكم انه انه تقدر تشوف البطارية ومييزاتها او مثلا تتحكم فيها اكتر اكتر من الارتكيف يعني فيه مثلا تتحكم بالبرامجة اللي بالخلفية اكتر تشوف كمان مو بس انه تتعرف عمر البطارية او قدش صفيان فيها تعرف كمان تبع هاي انه شبار مودوس كمان يعني وضع توفير الطاقة قدش رح يبال يعني وانه حيكون شو اسمه انه تبين مع كله حتى انه المرامجة بتشتغل بالخلفية رح تصير تعرف انه قدش يعني رح يكون استخدام هون وهيك يعني هكيف رقم ثلاثة وزيرة الاسرة الالمانية دائما هي عم تحكي عن شي اسمه كيندا زي شاونغ الاطفال اللي عايشين بالمانيا بياخدوا دائما كيندا جيلد وهذا الموله هو ميتين وخمسين يورو كمان بقدر الشخص يقدم على كيندا سوشلاك اذا هو بيشتغل بس هون الفكرة هي وزيرة الاسرة عم تحكي عن شي اسمه كيندا زي شاونغ هذا بيكون غير الكيندا جيلد على حسب كل عائلة ممكن يطلع لمبلغ معين يعني الكيندا جيلد هو ثابت وممكن كمان يطلع زيادة على حسب الدخل تبع الاسرة ميتين يورو تلاتميت يورو لسه ما في شي واضح هي هي عبارة عن مسودة قرار ولسه ما نعرف كمان اذا في حال هذا العائلة اخدت هذا المبلغ هل كمان بيطلع لكيندا سوشلاك بصراحة دورت شوي ما لقيت جواب فلذلك هاي المسودة لسه هي عم تنطرح للنقاش لشوف الحكومة الالمانية او البندستاك هل هنه حيوافو على هذا المقترح او لا بس حاليا لح تنطرح المسودة للنقاش من ابتداء من واحدة مانه رقم اربعة هو متغير بس لازم العالم تعرف ابتداء من سبعة اثماني الفين ثلاثة وعشرين بمقاطعة شمال الوران الالمانية حتبلش المدارس من اول وجديد فاللي لسه عنده اورلاوب حابب انه يستثمره معك لولستة ايام تقدر انك انت تسايق اورلاوب سريعه مع اطفالك مع هذا هيك ابتداء من سبعة اثماني فالاطفال ملزمين انه يروحوا على المدارس خمسة رفعت رواتب رهيبة للاطفال للاشخاص اللي بتشتغل بيهي المهنة من 20 يورو حد ادنى للرواتب لعشرين يورو فاصل اربعة وستين رفعه 64 سنت بروتو لكل شخص بيشتغل بالجيلد ترانسبورت او بالفيرد ترانسبورت يعني بالشغلات الثمينة او الاشخاص اللي بيشتغلوا بنقل الاموال انا حاكي عنا سابقا بفيديو بتلاقوا بتوصيف الفيديو كيف انت ممكن انك تشتغل بالجيلد ترانسبورت او نقل الاشياء الثمينة ستة الاشخاص اللي حبت تساوي اوس بلدونج بالمخابز او اي شي بخص هذا الاختصاص فهنيئا لكم تم رفع الحد الادنى للرواتب للاوس بلدونج من 680 يورو ل 860 يورو وايضا كمان السنة التانية والسنة التالتة ارتفعوا بس خلينا نقراهم لاني ما حفظتهم 750 للتسعمية وخمسة واربعين ومن 885 للالف وخمسة وثمانين حاكي حاولت اني حفظهم بس ما نحفظهم هين في ذلك عم نقراهم الدفتر خلينا نكمل رقم سبعة بتوقع منه المقاطعة شمال الراين انه بعض المقاطعات هتبلش تبيع تذكرة النون ونفية 6 اوغو بنون ونفية 6 اوغو يعني اقل ب20 يورو للاشخاص اللي عم تساوي اوس بلدونج هلا انا بكرة اول يوم بالاوس بلدونج بواحية 8 فابدي اسأل عن هيل تذكرة هل بقدر اني اشتريه بتساوي 20 او لا بسأل وبخبركم رقم 8 هلا هو مو تغيير صلو فترة مبلش بس يعني اريته بضمن المقال انه من 27 2023 ل28 2023 بيبلش كأس العالم للاندية السيدات هلا انا بصراحة ما كتير بطابع طابع لا 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 للرجال ولا للسيدات بس ما بعرف هل في ناس فعلا هي مهتمة انه تتابع كرة القدم كأس العالم للسيدات ما عندي علم بصراحة ولا مرة شفت مباريات للسيدات لانه انا كمان متابعتي للرجال جدا قليلة الخبر اللي بعده اخر تغيير هو لليوم انتداء من واحد مانح يكون في ارتفاع على اسعار الاكس بوكس من 500 يورو ل 550 يورو بشكل عام غلاء على كل الاصيادات تأمين الاكل الشرب وايضا هلا صار الغلاء على الاكس بوكس ما بعرف اذا هو خبر مهم او لا بس حبيت اني احكي لكم ياه وبهاي الحالة يا مرحومين البيب نكون وصنا لانه هاية الفيديو دائما ديروا باقي قناة بعض حبوا بعض الاتزال وبعض كان معكم نعمل على السعب الهادي وبالكن هلا تسبع ولا خير والسلام عليكم